بتقول احنا من ست شهور في النمسا اخذنا بصمة في اليونان والحد الان ما اجت محكمة وعندي ولد اتولد في النمسا ارجو الرد تمام هم راحوا بصاموا في اليونان وهم حاليا موجودين في النمسا وجالهم طفل موجود حاليا في النمسا تمام اوكي انا على ما اعتقد هيكون معهم اكيد الكرتة الابيض لان لو معهم الكرتة الابيض يبقى خلاص ما عندهمش مشكلة بصمة فانا بتوقع ده لان بصمة اليونان لو بصمة مش اقامة بصمة اليونان لا يعتد بيها في الاتحاد الاوروبي يعني لو واحد ما بصم في اليونان ما بيعتدش بيها في الاتحاد الاوروبي تمام بتقول بصمة اوزويس مفيش اوكي بصمة يعني بصمة بس اي على اي ان كان البصمة بتاعة اليونان لا يعتد بيها الا اذا كان طلع لها اقامة اذا طلع لها اقامة باليونان ما صعب انها تبقى بالنمسا فخلينا نتكلم على جزء البصمة هي دلوقتي بقى لها ستة شهور إذا معاها الكارت الأبيض معناته النمسا هي الدولة المسؤولة أو مختصة بقضية اللجوء بتاعها ففيها أن هي عن طريق مكتب محامي تتقدم وهو يقدر يساعدها يقدم لها شكوى تسريع الإجراءات كل شخص موجود بالنمسا من تاريخ بصمته من حقه عنده مهلة ستة شهور أنه هو يقدم بشكوى تسرع له الإجراءات بس حتى لو باصم في دولة تانية هي بتقول باصمة في اليونان ما احنا قلنا باصمة اليونان لا يعتد بيها إلا إذا كان معاها الكارت الأخضر لو معاها الكارت الأخضر معناته أن النمسا مش دولة الاختصاص بتاعتها وترجع عساعتها معرفش لازم أشوف ورقها الأول بس لو معاها الكارت الأبيض من حقه أنا هتتقدم بشكوى وبتسرع لها الإجراءات الشكوى دي